السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا الفيديو ومبروك عواشركم باش ما تمنيتوا ان شاء الله وغادي ندير معكم واحد الحلوة هكد وزقاتي او الحلوة اللي عيد اللي ساهلة وبسيطة وتابعوا معاي الفيديو حتى الاخير وما تنسوا الشاركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد هنا بسم الله غدي نجيب واحد الإناء فاش غدي نصيب هاد الحلوة وكندير واحد جش كيسان مع عمرينش دي الكوكاو اللي كان طحنوه حال هكا نص طحنة وكن حمروه وكندير كس دي السكر ساندة نعندي كس هنا ما يعادي الكس دي العنبة غدي نجيب واحد الكس دي الكاكاو اللي تيكون بدوننا سكر حجم سبعة جرام غدي نجيب كس دي الفلو نحجم سخمسة جرام هذا دي الكراميل كيعطي واحد منكها لديدها في هاد الغريبة أو هاد الحلوة كنضيفو عليها نحن كنخلطو كل شي المقادير في مرة وكالجرائع غدي نجيب هنايا نسمع القا صغيرة دي الشاي دي القرفة اللي عند نحسة القرنفل كنديرو رسل مع القادي القرنفل سهو كيجي نسمها بوحد للتبنينا وكنخلط المكونات بحلقة كنخلطو مزيان غدي نجيب هنايا ميوخمسة وعشرين قرام دي السبدة كتكون بدراجات حرارة المطبخ أنا عندي هنايا جبتها من تلاجة انتو ما جبدوها قبل باش ما كتمحنكمش في الخدمة غدي نجيب هنايا وحد المعلقة دي الشاي أو مع القونس دي المعضل المزهر صار فيه كنبدأ نخدمها كيف ما قلت لكم أنا الزبدارة يعني ما خرجتهاش من تلاجة نسيتها كنجبدوها قبل بوحد ساعة المقنة بحلقة تاخد يعني كتاخد الحرارة دي المطبخ كتجي ساهلة في الخدمة هاكا كنقون دي الكوها وكنخدمو كندير كس دي الزيت ما يعادل مية وخمسين مليليليطر اللي كنزيد عليها صافي وكندلك مزيان وكندلك بحل هاكا مما كندير فيها لبعيد لأوالو كندلك حتى كتدلك لناس هذك السكار سانيدة كيدوب مع الزيت ومع الزبدة أنا كنخدمها كبير دي كتجيني أسهل السمر علي بحلقة كفدليك صافي غادي نجيب الطحين أنا عندي هنا يا خمسمائة قرم دي الطحين وغادي نقول لكم شها لغا تهز معايا كنديرو الدقيق اللي خاص بالحلويات وغادي ندرج أكياس دي الخميلات الحلويات ما يعادلو حد 16 قرام صافي وغادي نبدن نجمع الحلوة دينا هنا دقيق مدرناش كامل كنضيفو بالتدريج حتى كنشوفو الحلوة لحسب دقيق كين اللي كتشرب كين اللي ما تتشربش صافي تنجمع بعد تنجمعها بيدينا ما تندلكوهاش حكا بأطراف الأصابيع حتى كتتخلط لنا بزيان كنبدو بحلها كتنجمعو أسهل حلوة هدي تقدريتنا دي تصوي بها ما تتعطلقش وساهلة ما غادي نقلب تبيدي اللي بقي نشوف ما فيهاش الحلوة باش نعرف غادي نزيد شوية وحد جمعها لقضية الطحين أو مع القار صافي وكنجمع حتى كنغسلو يدينا من حلوة عدا باش كنقلبوها كنعرفو الحلوة واش هي هديك ما كنقصعوهاش باش كتجينها هكا مشقة ما شفتو معايا القاوم ديال هكي باش كي يجي صافي غادي نغطيها باش ما تنشفش وغادي نرجع معاكم هنايا شاطلية هنايا 100 قرام ديالطقيق يا هني نستاذ معايا 400 قرام ديالطقيق غادي نجيب اللاطا وغادي نبدي نكور هكا غريبة ديالنا كنديرها شوية الكمية هكا صغيرة انا كنديرهم هكا متساويين ثم لما بحل البنيات اللي مبتدئين يقدرو حلوة كي عبرو الكويرات باش كي يجيونا مقادين وكنستمر عليها بحلوة كنكور كنكورها مزيان حتى كنجمع بحلوة كنخليها ما كنقرسهاش كنخليها ككويرات لان هي بقارة غادي تاخد الفورمة ديالها وغادي تنزل لانها غادي تشقق استمر عليها بحلوة حتى كنكمل الكمية اللي عندنا كنجيب اللوز وكن ندخلها كوحد اللوزة كندخلها مزيان في العجينة باش كتشد راسها وكتجيو وست بحلوة حلوة هدي كتبقى اختيارة تقدرو تديرو اللوز تقدرو تديرو هكا قرنفلا أو تديرو كوكا أو على حسب متوفير لديكم الختيار اختيار او كتخليها بحل هكا او كتمر بدوها بسكار غلاسي تعني كتجيزوينة سوف نستمر عليها حتى كنكمل الوز اللي عندنا بحل هكا باش كنكملو هاد اللاطة لاننا رغادي تخرج معايا هكا جوج لاطات هال الكمية هدي اللاطة اللوغولة والفران راه تيسخن على درجة الحرارة 180 انا كنسخل الفران فوقه لتحت باش كتشقق لنا حلوة وكندخلو هالفران كتاخد معانا 25 دقيقار هكا تكون كاملة طيبة الحلوة دي انها تشقت شفتوا معايا كيفاش كتجي كتجي مشقة وكتجي رائعة هكا نقدرو نزينوها كتجي طيبة نزينوها باش مما بغينا انا غدي نزينها بشوية دي السكار غلاسي عرو حضرشة ما تنقووش فيها السكار لان فيها السكار ساندة كنزينو رشها كخفيفة وحتى كتبرد الى بغيتو هاد الرشة ذي السكار كتبقى فوق الحلوة خليوها حتى كتبرد تماما في اللاطة عادة باش تديرو هاد الرشة الى درتوها هو وهي سخونة راه كيدوب السكار كيهبط ما كيبقاش بين وقدروا هكا السكار سبيسيال ما تنسوش تديرو السكار سبيسيال لانك يكون نقص شوية في الحلاوة صافي وغادي نحطوها وجدوها هكا في طبق تقديم نحطها بحلقة كنستفا نحتفظو بها بحل هكا يعني قدروا نديرو دو وزقاتي بحلقة نديروها العيد نديروها يعني هادي الى جربتوها غتولي مدمين عليها وكتجي ساهلة ضغية كنوجدوها ما كتتعطلش ما تنسوش الى عجبكم الفيديو ما تنسوش شاركو في القناة وضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا جديد وغد نخلكم مع الصوار وغد نقولكم بصحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر